في مجتمع تسود فيه العادات والتقاليد نشد الرأي العام وقد أصبح أشد قصوة على من ينشد الاختلاف من المحاكم الحقيقية لابد من التنويه بأنه وإن كانت قصص شهود البرنامج حقيقية إلا أنهم ليسوا جزءاً من محاكمة أرضية بل بالحري محاكاة لها علهم ينالون حق الرد وهم ها هنا باسم الحق سعياً لكسر هذه القوالب الحجرية محكمة تتفضل المحكمة بالجلوس قضية رقم 2006 قضية رأي عام ديت جويا ولتفضل المدعي العام بالمرافع سيدي القاضي حضرات المشاهدين جويا المتهمة وبنفس الوقت الشاهدة لدينا اليوم آخر شخص قد نتوقع إيجاده في قاعة محكمة ربة منزل تقليدية سيدة اعتيادية تحولت بإفادة الشهود وبإفادتها عن نفسها تحول جذري تغير 180 درجة عن شخصيتها السابقة والآن رأي العام عم بحكمها بحثاً عن معرفة الأسباب جويا كيف تصفي نفسك هلأ مراقوية ناشحة عند وعي وإدراك لهدفي ماشي على الطريق الصحيح وبرأيك أنه هيدا الوصف يلي هلأ عم تصفيه عن نفسك بيتوافق مع رأي العالم لأليك؟ أكيد ما بيهمني رأي العالم لأنه إذا بدي أتبع العالم بدي أتبع بدي أتعب بيعلمني اللي كتاب لمقدس أنه ينبغي أن يطاع الله ومش الناس وأنا بدي اتعى الله بالنهاية بالنتيجة أنا بعرف الله بدي اتعى الله ما بيهمني رأي العالم بهمني الله شو بيقول عني وأنا مين؟ بالرب طيب هلأ أنت عم تتكلم كامالا وأن الكتاب مقدس كله محوره جوية أنت محور كامل الكتاب مقدس كل الموجوده عنيك؟ عني وعن كل شخص بيقامن فيه ما هو الرب قال أنه كل يلي بيقامن فيه بيصير ابن لألي وإذا أنا صرت بنت لأله لأني أمانت فيه أنا صرت وارثة وين التواضع بهيدا الكلام؟ بالعكس وين التكبر أنا بشوف المتكبر هو الشخص يلي ما بيقبل التعلم هو الشخص يلي بيدعي القوة الزيتية هو الشخص يلي بيدعي المعرفة يلي ما بيفتش مفكر حاله أنه هو مكتفي وهو عنده كامل الاكتفاء الزيت بينما التواضع الشخص المتواضع هو الشخص يلي بيعترف أنه هو ضعيف بس هو بحاجة لقوة لقوة من الله مش قوة من العالم هو شخص بيقبل التعلم بيقبل يتغير بكل بساطة بيقدر إليك أنه الشخص المتواضع هو الشخص يلي بيخضع ويلي بيقبل يتغير طيب جاية أنت شو هدفك بهيدا الحياة؟ هدفي أنه كن عم مجد الرب كن عم طيعه وأنت كيف بتطيعي الرب؟ طيعي الرب لما أنا بسمع صوته لما أنا بعرف شو مشيقته لحياتي وأنا عم بسلك بمشيقته لحياتي كن عم طيعه برؤية أنت عم تحكييني بتعبير كتير كبيرة صعبة على تهنى البشرة نحنا أنا نفهم عم تقولي لي اسمع صوته أعرف مشيقته شو اسمع صوته أعرف قاعد حديك عم يحكيك شو اسمع صوته أعرف مشيقته هاي أنا نحنا نعرف أنه الرب أعلن مشيقته لقلنا من خلال كلمته فأنا لما بدي أقعد مع الرب بدي أقعد مع الكلمة الكلمة هي حية هي حياة أي كلمة؟ كلمة الله الكتاب لمقدس كلمة الله يسوع هو الكلمة كلمة الله هي حياة لكل واحد بقامن فأنا لما بقعد بمحدر الرب بقعد مع الرب بقرأ كلمته باخد أعلانات لحياتي الرب بيكلمني من خلال كلمته بقعد معه بعلاقة شخصية بطيعه لأنه بعرف شو ما شقته لحياتي من خلال الكلمة لما بيقول الرب أنه أنا نجحة لما الرب بيقول أنه أعطاني روح القوة أعطاني روح النصح أعطاني النجاح أعطاني كل البركات بكتابه بالكلمة بعرف أنه هيدا كلها لقلي بس أنت أمرأة اعتيادية عم تزعم أنه أنت بتقدري تفهم الكتاب المقدس هو كتاب صار له موجود ألف سنين وألاف وألاف ومئات الناس حاولوا أنه يفهموا ويستوعبوا عم تقول أنه أنت بتفتحيه وتقريه عادة كأنه عم تقري كتاب طبخ أكيد مش قصة أنه عم بقرأ كتاب طبخ أنا بفهم كلمة الله بروح الله مش بمعرفة الشخصية أو معرفة أنا مش بزكاية وقدرت أنا وشو الفرق ما بين أنه جوية تقرأ الكتاب المقدس وأنه أي شخص أعطيها دين شخص متليق إلى الكتاب المقدس بتعرف أنه الإنسان قبل الإيمان بيكون كأنه فيه هيك برقع على ذهنه أو على عيونه ما بيقشع مظبوط أو ما بيستوعب مظبوط بس لما الإنسان بيآمن بيصير فيه روح الله والروح هو بيعين ضعفاتنا وهو بيعلمنا وهو بيرشدنا ما يسوع لما طلع على السماء قال أنه راح أبعث لكم الروح القدس والروح القدس هو يلي بيضلنا هو يلي بيفتح عينينا على أمور كنا يمكن بالأول نقراها نمرق عليها هيك مرور الكرام ما تعني لنا بس هلأ لما بنقرأ الكلمة بفهم أنا هون الرب شو عم بيقول بفهم أنا هون الرب شو بده لقلي شو ما شئته لحياتي قلت في أمور بنقطع عليها مرور الكرام في كتا عطينا مثال عن أمر كنت كان يقولوا الرب تقطع عليها مرور الكرام وهلأ بطلت أكيد في أمثل كتير بالكتاب المقدس لما يسوع قالها أنا أعطيكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شاء هيدا أبسط أمر لكل ما حدا إلا ما أريه لأنه هيدا بالعهد الجديد فما كان يعني للموضوع ما كنت أفهم شو يعني أنا أعطيكم السلطان شو يعني تدوسوا الحياة والعقارب شو يعني كل قوة العدو بس هلأ صرت أعرف لأجل هيك أنت هلأ عم تزعمي وعم تقول أنه أنت أمرأة قوية طبعا أكيد صرت أعرف مين أنا بالمسيح والقوة من وين لأوين سامحني حضرة القاضي حضرات المشاهدين لكن جوية حجمك صغير والترتيب والتقنق اللي أنت في بحس أنه هيك لعبة بورسلان تتعلق أعرف مش 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 قوة عفوا المحكمة تعترض على عديد الطريقة لو سمحتي الالتزام سامحني حضرة القاضي وعيد سياغة ما قلته يلي بقصده أنه جسديا يعني كأنا مخلوقة بشرية عم بتطلع فيك ما بشوف فيك قوة وإنتا عم تقولي أنا قوية من وين لوين قلتلك قوتي بش مني قوتي من الرب قوتي من الرب فيك توسع لنا هيدا الكلمة توسع لنا هيدا الفكرة تدفهم شو تقصلي فيها أكيد هلا الإنسان بيطابعه ضعيف بس لما بصير شخص مؤمن بيجيل عند الرب بصير عنده قوة من الرب من روح الله روح الله صار فيه صار ساكن فيه هو بعين ضعفة هو الرب بيقول أنه قوتي بتكمل ضعفكم فأنا بيتكل عليه هو بكل أمر فينا أعطيكي مثل أنه تغيرت مثلا أنه لما صرت صلي صرت أعرف أنه صلاتي فيها قوة صرت أعرف أنه أنا مبررة أنا بر الله في المسيح يسوع أنا عندي سلطان أنا فيني استخدم سلطاني يلي هو سلاح بإيدي وبإيد كل شخص مؤمن بيجيل عند الرب أمكي جوية بهذا المقطع يلي قلت ليه راسي عم يبرم بمليون سؤال رح بلش بالسؤال الأول أنا جيت لعند جزرتي لعنده شو جيت لعند الرب جيت لعند الرب بكل بساطة يعني أمنت بالرب سلمت حياتي وهذا الشيء كيف صار عملياً؟ هذا الشيء كتير سهل الكتاب من المقدس بعلمنا أنه إذا اعترفنا بالرب بلساننا بتمنا وآمننا بقلبنا بنخلص وأنا هيدا الشيء عملته وكمان بقول أنه إذا اعترفنا بخطيانا منتوب عن خطيتنا منسلموا حياتنا منعلموا ملك وسيد على حياتنا منآمن بعمل الصليب وهيدا أمر بناخده بالنعمة بلاش يعني شيء ما بدفع حقه عفواً سوري تفضل السؤال هو أنت ذكرت كثير تستشهدي بكتاب الكتاب المقدس نعم هناك ناس كثيرة تطلق على كتب تانية كتاب مقدسة لو حدا نجاو قال لك اسبتلي أن هذا الكتاب كتاب مقدس أنت بتستشهدي به قدام محكمة إيه اللي بيخليك تعرفي أنه هذا كتاب مقدس وليس حبيب من الله لأنه لأنه هذا الكتاب الله هو يلي كتبه من خلال أشخاص كانوا منسئين بالروح القدس وهذا الكتاب له ألاف وألاف السنين كله بيكمل بعهده القديم وعهده الجديد كلها نبوات عن يسوع كلها نبوات تمت وفي نبوات بعد ما تمت يعني أنت أصدق أنه في أحداث ذكرت في الكتاب المقدس وبعد زمن حدثت بالفعل فعلا شكرا جويل وبعد فيه أحداث بدا تحدث بعدين شكرا فإذا أنت بالاستناد إلى هيدا الكتاب وبالاستناد إلى إيمانك عم تقولي أنه صار في مرحلة أنت قبلت فيها شي جديد لكن جويا بحسب الإفادة المكتوبة اللي عندنا إياها بالمحكمة عنك أنت مكتوبة أنه أنت كنت مسيحية أنت مولودة مسيحية على الهوية على البطاقة جويا مسيحية صحة أي ما تصار هيدا للقبل ما كنت أعرف وهلأ صرت أعرف كنت أنا مظبوط مولودة بعائلة مسيحية تربيت على أمور تعودت علي بس فجأة وعيت على شي ناقص بحياتي شي مثل شو فراغ إذا بدك تسميه عم بعيش حياة روتين حياة من دون هدف سبق وقلتلي كصرت أعرف هدف حياتي ما كان عندي هدف لحياتي بس هلأ صار عندي هدف وإيمتا كانت اللحظة يلي فيها حسيت فيها الأمور تغيرت لحظة اللي طلبت وصلت من كل قلبي خبرتك أنه أنا مولودة بعائلة مسيحية تقليدية كانت وكنت صلي صلوات حافظتها يمكن رددها ما حس بقوتها كنت حس أنه أنا بدي صلي عم بعمل فرد واجب كنت حس بيتقل ما حس حالي أنه عم صلي لأنه هده شي طالع من قلبي بلاحظة هيك كنت بيوم من الأيام محبطة لأنه كنت عم مر بظرفة كتير صعب فقت الماما وقعدي لوحدة بالبيت هيك عم ببكي عم قل له يا رب أنا ما بعمل شي بحياتي بدي حس فيك بدي أنت تساعدني أنت تمسكني من إيدي وأنت تدلني على الطريق وبيدي أعمل شي لحتى مجدك أنا ما بعمل شي بحياتي سيدي القاضي وصولا إلى هيد النقطة المتهمة جابت عن سؤال وفتحت المجال لألاف الأسئلة الأخرى شكرا حضرت المدعي العام ستأخذ المحكمة الصلاحة قليلة على أن نعودها مجددا تتفضل المحكمة بالجلوس ولنكمل جلستنا في قضية رقم 2006 ضد جويا وليتفضل المدعي العام بالمرافع سيدي القاضي حضرات المشاهدين كما سبق ولاحظنا في الجزء الأول من هذه المحاكمة تتعرض للمحاكمة سيدة جويا التي بحسب المقاييس البشرية ما في حدب يتخيل أن تكون ضمن أي نوع من المحكمات لكن الرأي العام الآن وضعها بقفص الاتهام لأنه هي تغيرت وهي التعز وكل هذا التغير إلى نقلة روحية إيمانية بحياتها تتعمق فيها أكثر بحياتها المسيحية جويا أثارت الكثير من الأسئلة في الجزء الأول ونحن الآن نسعى لأنه نجاوب عنها بس قبل هيك كنت عم بتكلمينها مباشرة قبل استراحة المحكمة كنت عم تقولين لأنه أنت أخذ وقت صليتي وقلت له للرب عمول شي شو صار بالفعل الرب استجاب يعني ما أخذت القصة وقت طويل من لما طلبت منه لحد يومي من الأيام بيجي ناس لعنى على البناية وهول الأشخاص هني أشخاص مؤمنين فتعرفت عليهم تقربت منهم بعدين اكتشفت أنه هول الأشخاص يعني عطول بيقولوا نشكر الله نشكر الرب فهيدا الشي هيك خلي عندي تساؤل أنه وعن جد كتير حلو أنه أنا هيدا الشي شغف عندي من جوة أنه أنا بطبيعة بحب الرب حتى من قبل من أنا ومسيحية تقليدية عقلبي الرب بحب الرب بصلي مؤمنة يعني بحسب معرفتي أنه كنت أنا أنه مني إنساني سيئة أو إنساني ذات السيت يعني اللي منه حسن بس أنه بعرف الرب بحسب أنا قدي بعرفه لحد ما أنه تقربت من هول الأشخاص وفعلا أنه مسكوني بإيدي مثل ما طلبت حرفيا من الرب مسكوني بإيدي ودلوني على الطريق الصحيح هيدا كأول مرة كنت بصلي من قلبي بطلب من قلبي علما أنه ما كنت بعرف أنه بقدر أحكي مع الرب هيك كلام طالع من قلبي عم بعنيه كتفكر أنه صلاتي أنه بدي صلي فرض واجب وبد ردد كلام أنا حافظته معيشه ما بيعنيلي ما بحس فيه لا لما صليت هيك من قلبي وكنت قدامه هو تغري استجاب ونقلبت حياتي رأسا على عقب نقلبت حياتك رأسا على عقب انطلاءا من لقائك مع أشخاص مؤمنين بس ما حيلي أفهم عم تقولي أنا كنت مسيحية بس هني كانوا مؤمنين أنه فيه مسيحة بنزين بلارصاص وبنزين مع رصاص سوبر شو مسيحة وشو الفرق؟ فيه مسيحة يكون مسيحة بالإسم بس الشخص المؤمن هو الإنسان المسيحة اللي عنده علاقة شخصية مع ربه يلي بيآمن وما اعترف بربه وعنده علاقة معه عم بيعيش حياته المسيحية عم بيعيش ملء الحياة الحياة الأفضل اللي إجا ياسوه حتى يعطيني إياها من الأسم الأول من الإفادة يعطينا عنوين كبيرة تعريفات كلمات بحاجة لتعريفات بحاجة للرأي العام يفهم هي شو حكيت اتكلمت عن السلطان قلت أنه أنا عندي سلطان شو عندي سلطان يعني؟ بدأ رجعك للعهد الأديم لبداية الخلق لما الله خلق الإنسان قال الله أنه نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون وصلت الإنسان على الأرض بس آدم وحوى وقعوا بالخطية وخسروا السلطان لما إجرب يسوع على الصليب صار فيه المبيدة للعزمة أخذ كل مقلنا وأعطانا كل مقله ولما قام من الموت قال دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمزوا وعمدوا وكرزوا وعلموا أعطانا نفس السلطان رجع لنا السلطان يلي كان بالأساس الله أعطى للإنسان وفقده بسهول قال هو دفع إلي كل سلطان نعم إذا هو دفع إليه كل سلطان هو دفع إليه كل سلطان وقالنا أنا أعطيكم سلطان كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء وكل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وهيدا السلطان مش بس لقلي إنما لكل شخص بآمن بيسوع بآمن بيعمله على الصليب وبيفوت بي علاقة معه جاية أيضا ذكرت نقطتين حسيتم كتير تعارضوا مع بعض بالجزء الأول من الإفادة وبالجزء الثاني بالجزء الأول تكلمت عن أنه أنت بر الله بحسب تعريفات اللي نحن بنفهمها كمحكمية يعني براءة وهلأ عم بتقولي أنه أنا صرت بر الله بس هلأ عم بتقولي أنه أنا ما كنت إنساني سيئة أنا كان صيت حسن أنا كنت مرأة جيدة فكيف صرت بر الله فيك تفسري لنا شو هو بر الله وكيف أنت صرت بر الله مع أنك أنت باعترافك بمرأة جيدة صيتك حسن بدي خبرك شي إنه الإنسان بطبيعته خاطئ من أول ما بيخلق الإنسان خاطئ والإنسان ما بيقدر لو شو ما عمل إنه يكون بلا خطيئة فلما بقامن بالرب وبقبل عمله على الصليب الرب بيعطيني من ضمن الأمور يلي أعطانا إيها على الصليب بيعطيني بره كثاني رداء البر شو يعني بر؟ بر يعني أنه أنا كون بريئة مثل ما تفضلت وقلت أنا بريئة من كل خطيئة معلي ولا أي حكم بقدر أوقف قدام الرب وراسي مرفوع مش تكبر بالعكس لأنه هو يلي رفع راسي هو يلي محى خطيئة هو يلي أعطاني بره ولا أي حكم سماوي ولا أي حكم أرديا وأرديا وأرديا بالنسبة للبشر ما بيهمني البشر قلتلك سبق وقلتلك أنه أنا ما بيهمني حكي العالم أنا بعرف الكلمة الرب شو بتقول عني كلمة الرب بتقول أنه أنا بر الله في المسيح يسوع سبق وقلت أيضا بإفادتك أنه صلواتك من ضمن صلواتك المستجابة أنه أنت قلت له يا الله عطيني هدف شو الهدف اللي عطاك إياه الله فيني خبرك شي لما قلت له بدي تعطيني بدي مجدك بدي أعمل شي حتى مجدك مثل ما سبق وقلت أنه أنا سيدة منزل مني مؤلفة أكيد متعلمة بس مني مؤلفة ما بيكتب مني درسة موسيقى ما بلحن ما بيعزف ولكن الرب عم يعطيني كلام ملحن عم يعطيني ترانيم ترانيم أنا بدي مجده من خلاله بدي أشهد عنه من خلاله بعرف أنه الإنسان الرب بيعطينا وزنات وهيدي الوزنات مفروض نكون عم نستثمرها ببناء ملكوت الله وأنا هيدا الوزنة يلي الرب أعطاني إياها أنا كان عندي شغف أنه بحب رنم بحب الموسيقى بتعنيلي بتدخل لروحي بتلمس فيه من جوة فقام الرب استخدمني بهيدا الأمر بالذات شايف شو الأمر يلي أنا بحبه وإجا الرب استخدمني فيه وعم يستخدمني وأنا حاليا عم سجل سدا لحتى يكون عم مجده لقله وأنا بركز على نقطة أنه مفروض كل عمل نكون عم نعمله على هذه الأرض يكون عم بيرجع المجد لأله وحده مش لقلنا نحن كل عمل؟ كل عمل كل شيء؟ كل شيء بحياتي مفروض يكون عم بمجده بتذكري كتير وقت كلمة يحنى المعمدين لما قال ينبغي أنه ذاك يزيد وأنا أنقص أنا هدفي أنه أنا أنقص والرب يسوع هو يزيد بحياتي جوية عم بتقولي أنه أنا عم بعمل سدا ترنيم لحتى مجد الرب لا ما تفهميني غلط بس ما حدا بيعمل سدا كرميل الله كلها بنعمل سدا شوفوا صوتي شو حلو شوفوا أنا شو خلاق صح؟ أنا سبق وقلتلك أنه أنا ما بكتب وأنا ما بلحن وصوتي عادة يعني منه واو وبس إنه بينسمع لحتى بس أكد للعالم إنه الرب نحن تضعف لما نقل له أنت شتغل فينا هو بيشتغل فينا وبيشتغل من خلالنا فأنا عم بعمل هيدا السدا لإثبت للعالم إنه هيدا العمل هو عمل الرب وللرب لمجد الرب وحده أنا لا بيبطغي شهرة ولا هدفي إنه يصير معي مصاري ولا شيء حتى ألفط الأنظر لإلي أنا بدي أعمل هيدا العمل للرب قلت له أعطيني شي لحتى مجدك أنت فيه وأنا بدي مجده من خلال هيدا العمل شكرا جوية بعد ذلك جوية بعد ما تعمل السدا والعالم سمعتك وحبوك حبوا صوتك حبوا الكلام اللي بيتقوليه بلك حدا قال لك جمهورك بديك تغني مشي ترني شو رح تعمل في الموقف قلتلك أنا ما بغني أنا صوتي منه منه يعني واو صوتي عادي مش هدفي غني بس أنا لأنه بس أنا لأنه أنا ما عم بعمل شي لحتى لكون مشهورة أكيد ما رح روح على العالم أنا هدفي شي لمجد الله غنية ما رح يكون عم يمجد الله بحياتك مش هيديك الطريق هدفي أنا جيت لعند الرب لحتى مجد الرب مش لعيش بالعالم تعيش لقلق وحده شكرا جاية وكيف الترنيم بتمجد الله أكتر من الكلام المكتوب لإضافة اللحن تعرفي مش قصة أنه الترنيم بتمجد الله ما هي الترنيم بالنتيجة هي من كلام الله أغلبها مأخودة من كلمة الله من أعلانات بيعطينا إياها الله بس الفرق أنه أوقات الكلمة بتوصل من خلال اللحن يمكن بتسمع غنية بتحفظيها بتدخل لقلبك من خلال الموسيقى تبعها وهيك الترنيم نفس الشي بتحفظ الكلمات لما بتصير تفكري فيهم تتأملي فيهم أنت عم تعلنيهم على حياتك مثلا مثلا أنه أنا بحب الله لنقول مثلا إحدى الترنيم يلي أعطاني إياها الرب مثلا أحبك يا إلهي أتبعك كل حياتي أهدي لك كل عمري أعلنك سيدة قلبي أنا عم عبر للرب عن حبي عم قل له أنت ملك حياتي أنا بدي أتبعك كل عمري بتكمل الترنيم بتقول أنا لك وحدك ربي أحبك يا كل الحبي أتبعك كل العمري وأحدثه عن صنيعك أنا قررت إتبعك أنا قررت أعطيك حياتي وخبر عن مجدك بحياتي وعن أعمالك بحياتي ومجده وأعماله وصنيعه بيعني أن حياتك هلأ مفروشة بالورود؟ الحياة أبدا ما رح تكون مفروشة بالورود يسوع بنفسه قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن طيقوا أنا قد غلبت العالم أنا بنته في فرق لما كون أنا بعيدة عن الرب بعيدة عن يسوع وعيشي بهذا العالم عم بتخبط بالمشاكل عم واجه كل يوم صعوبات ما في عندي عون ما في عندي حدا اتكل عليه ما في حدا يساعدني فرق لما كون أنا مع يسوع مع الرب هو قال تعالوا إلي أيها المتعبين والطاقلي الأحمال وأنا أريحكم بيجي لعنده أنا بطرح مشكلتي عنده وهو رح يحله هو قال يا أما بيزيل الجبل من أمامي يا أما بيمشين عليه فأنا بسلم أمري للرب بسلم مشكلتي للرب وعندي كامل السقة إنه هو رح يشيله من قدامي سيادة القاضي لم يعود لدى الإدعاء المزيد من الأسئلة شكرا نتفضل من دعا العام جوية عايزة تقولي أي حاجة تانية تدفع عن نفسك بيها أنا قلت إنه أنا مرأة قوية أكيد أنا قوية بالرب مش بقوت الزتية أنا مخلوقة على صورته على مثاله أنا عندي نفخة من روحه أنا بسلك بحسب كلمته ما بشوف أي شي غلط يمكن أوقات العالم بيحبتونا أوقات العالم بيحسسونا أنه نحنا ولا شي ما منسوى شي ولكن نحن قيمتنا بأله يلي خلقنا على صورته قيمتنا من قيمته بالمسيح ما فيه لا عبد ولا حر لا رجل ولا إمرأة الكل بحاجة لواحد والواحد هو يسوع المسيح شكرا جوية وبعد الاستماع إلى شهادة جوية في القضية الموجهة إليها حكمت عليها المحكمة حضوريا بالأبدية مع يسوع المسيح رفعت الجلسة شكرا جزيلا